في حصيلة جديدة لعداد القتلى والجرح في الغارة الإسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في شمال قطاع غزة الخميس قال متحة عباس المسؤول بيزارة الصحف في القطاع أنها 28 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال قتلوا وأصيب العشرات بينما قالت إسرائيل أنها استهدفت عشرات المسلحين في الهجوم على الموقع وذكر المكتب العلامي للحكومة في غزة أنها 28 قتلوا بينما أصيب 162 آخرون بجروح في الهجوم على المدرسة في جباليا وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية من مدرسة أبو حسين تصاعد الدخان من الخيام التي اشتعلت فيها النيران وقيام الكثير من النازحين بنغل الضحايا ومن بينهم أطفال إلى سيارات الإسعاف في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عناصر من حركة حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون داخل مدرسة في جباليا وذكر البيان أن عشرات المسلحين كانوا داخل المدرسة عندما شنت الغارة تهيمن حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية وهو ما نفته الحركة الفلسطينية في حين قالت حماس في بيان أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مقاتلين في المدرسة مجرد أكاذيب واعتبرا أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتبرير ما وصفتها بجراء بحق النازحين الأبرياء وفي وقت سابق أكد مسؤولون من الصحة الفلسطينية إن أحد عشر فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارتين شنتهم إسرائيل بشكل منفصل على مدينة غزة كما قتل عدد آخر في وسط القطاع وجنوبه